وجد بين المسلمين من يصدع بهذا ويجيز انتقال المسلم الى دين الاخر ومن ذلكم الترابي واسمه حسن ابن عبد الله الترابي سوداني بر الله السودان واهلها منه وجمع خوافهم وعوامهم على ما يحبه الله من الاسلام والسنة فالسودان واهلها ابرياء من هذا الفاجر الكافر الملحج ونحن نقولها الان امامكم وقد قلناها في مجالس كافر كافر ملحج ولا كرى بدعين ومن نافح عنه وهو يعلم حاله فهو مثله الا ان يتوب فذلكم الرجل ان مات على ما هو عليه من الحاج والسندقة اذا مات على هذا دون توبة تعالي لعنة الله والملائكة والنوس الى الان منتظرين المهدي لانه ما منقدر على طبعا فيها الارض الان فيها ناس جبارين امريكان فرنساويين وروس وصين اذهب انت وربك فقاتلة ما منقدر عليك تالهم ديل قوم جبارين اذهب انت وربك يا موسى فقاتلة انا لن ندخلها افدا ما داموا فيها ولذلك انتظر المهدي حيجي يملأ الارض عدلا ونورا كيف بالله اعمال المهدي لما الحديث المهدي يا اخوان انا ما عندي وقت الان كله اتكتب الان كتب كله كله كلام ساكد ديه ترجيات الله بقول للناس بيجدد لكم الله دينكم والنبي يقول لهم هم عايزين يعمل واحد معلم بيهين عنده علامة في ظهر عنده ايه ما تعرف كده وقام كمهدي في العالم انتوا طبعا عندكم مهدي انا في السوداء انا ما بطعم فيه نياتهم واخلاصاتهم الناس ديه لكن فكرة بالمهدي كان كمهدي في العالم اعداد بعدين شي تاني عيسى منتظرين عيسى لما يجي عيسى مش الابريكان ديه والاربيين والروس والكمان والصينين ديه لا 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 ده حيقتل كل الخنازي ويكسر كل الصلاة ويقلبوا اللينا كلهم يجيون كلهم تحتنا بالله ويجي نبي ما قالوا باقي نبي الله يعني يدوه رتبة كده يعمل دي موشن الله قال يا اخي عيسى يجي كيف عيسى الله قال متوفيك الوفى يا اخوانا اذا ما جاء في السياق ان استفاء دين ولا استفاء نوم وتوفى وفى وقال لا الرفع خلاص برا الوجود في الازل ويوم القيامة بيقول لي الله لما توفيتني ثاني انا ما انا مسؤول انهم سلسوني وعبدوني تقروا يا اخواني في القرآن كنت انت الشهيد عليهم يا الله لما توفيتني انا ما مسؤول ثاني انا قلت له احمد الله ربي وربك ويقول يجي من بعدي اسمه احمد ما يجي معي وانا جاعد فوق منتظر وقال بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم كل الغران خلت من قبلك الرسل من قبلك من قبلك كل انفاته لكن دلوقتي منتظرين المهدي وبعدين عيسى الدجال مسيح الدجال يعينه كده وانا عيسى عشان يجيه نبعد كده منتظر يعني طبعا الناس دايما يضع حس الاخواننا الشي على انه كانوا مصلافين الخليفة العباسي قتل الخليفة طبعا يعني الذرية الثانية السحادي عشر وقتل ولده سرا ما دام سرا ما مات حي منتظرين ومنتظرين وبعدين كلهم اولادهم واولاد اولادهم واحفادهم ليه ليه لا منتظرين الامام يطلع امام المعصوم يطلع الان حاسينه كده بيسيف يطلع من تحت الارض كده طالعا الان هم الحقير يا اخوان الثوريات وعدين بدون ما يقول لهم زنتظروا والفقيه اخد السلطة وعمل الثورة واتقدم ومشى لحد الثرة وخلى الحكاية دي كده خلاه نايمة يعني خلاه ورايحة بدون ما يقين فيه كده عنهم يعني لكن انا تكلمت مع كثير منهم كلام خاص يعني راهم زي رأي يعني انا انا ما انا ما انا ما انا ما يعني طايفي اصلا يعني ما نشاعر بالسنة لكن طبعا اهل فانا اهل الكتاب والسنة هذا مرتد هذا والله لا اجابه وعلي اجابه النبي بلد شعه والسنة شعه السنديه يعني واحد مشايعه اذا كان صالحا شايعه واذا كان السنة طيبة كن على سنتي اذا كان سيئا يعني ما تشايعه والسنة سنة سيئة له واذا هو واذا هو من عمل بها الايمان بيوم الاخره بيوم الدين برضو بغيب يا اخوانا طبعا احنا مفروض الحياة كلها تكاليف مفتوحة مباحة مباحة يعني مش معناها جايها جوز وفيها اجر يعني ما تلوق رب طلق وعفو تؤمن ما تؤمن تفسد تفجر تخالف تعصي كلام البيج من السماء يعني هنا مرات يعجل لك عذاب ومرات يؤخر لكن الاخر الحساب يوم الدين كلمة الدين هين عندها معانين اما الدين الحق الدين القيم الدين الخالص هو الرسالة يوم الدين يوم الدين يعني يوم الحساب ادانة يدينه ادانة يعني هم حسبة يعني ان شا الله لكن الناس يغلون الآن بحاجة اسمها و الله تقول لا تأتيكم الساعة إلا بغتة إلا بغتة إلا بغتة إلا بغتة لكن طلعوا لنا الجماعة بعد ذلك قالوا علامات الساعة وبنتج إيه ما تعرف وتطلع الدابة الدابة يا أخي الدابة للناس كلهم الله يبعسوا من المضياء وقوموا يضبوا لا تطلع دابة عنده يضمين عنده إيه ويطلع المسيح الدجال وين ويطلعوا ما يجوجوا ما جوج يجيون من وين وجينا ما تعرف إيش كل الحديثة الآن أي حد بينقود الحديثة الآن كل اللي هو كلام فقط بعدين يقول لنا عزاب القبر ونحن ما بنحضر الإنسان للقبر روح الإنسان بتسهب تخرج منه مناخد البالي مناخد الجسد الجسد ده ما بيعاقبوا يوم القيام ما بيعاقبوا الجسد إذا نضيت الجلود في النار بيبدن الجلود دي موايا يا أخواني ستين في المئة موايا والبالي تعرف في النصر ويعطيت بها يا أخواني وخدتين جوا الغبر قالوا جاتوا الملايكة قالوا نحن نمشي كده وتيجي الملايكة ضرب وخبض هو الملايكة معمولون يا أخي محكمة كبيرة يجيبوا البحكة يعني يحاكموا الراجل ده يعني يعني الدين عندنا معكدة الدين عندنا يعني إنسان الروحه قد تخشى النار بكرة وعشية إلى يوم القيامة والبحث أدخلوا ألف راون أشد العذاب الشهداء غد يخشوا الجنة في طير خضر الروح في طير خضر لكن يوم القيامة ذاك البحث عند إذن وعند إذن يدخلون الجنة بشرا نشأ آخر يدخلوا باضي والباضي داك ماذي الباضي دا؟ يعني جسم مركب من الأرض ما أي واحد حسانة ذاته بغير جسمي دا بقى بعد ثلاثة شهور أربعة شهور خمسة ستة شهور بأتغير كلي وبسمن وبضعف وبتغير وإلا بأكل وبشرب ليه أصوى إذا ما بتغيري ما خلصنا بقى كده الناس ما عندهم وعي أصلا ضلاؤنا ضلاؤل عجيب دا كل لازم يجدد يا أخوانا عشان الناس يعرفهم بعدين يا أخوانا الشعائر دي الصلاة الصلاة والصوم أكد ليكم أنا بس على الناس كتيرين إنت بتعمل كده يعني والله ما حالف جاه لنا عمله كده كده يعني كده كده التحييات دي يعني ما يعرف الله السلام عليكم مسلم عليكم والله ما يعرف ماشي الصفا المروع الصفا والمروع سبع مرات مع ما حرفي أعرف سرعات يعني ما حالف الله بتشيل ما تعرف الجمارات تضرب دايما دولد الشيطان صغيع في مكة بالله ونحن نصلي على الشيطان بالله شو بلا يدها باش عطي يا أخوانا ما يفهم يا أخوانا يا صفية أصلا جامت عشان تبطل الظاهر السلفين دي الطعمان شو بيهند الجرائي دي وبعدوا صلاة الظهر وكلكم تنفقوا دي للرمي حتى لو قتلت بعضكم بعضا لو جات أميرة كده وعدحت من رتاك موتوا السنة دي السنة جاية موت ده لا يا أخوة والصلاة صلاة المتاع لا حوله أخوة اللابي بس ده شو بلهم يعني ده السلافيين يا صباح الذكر ذا يا لطيف يا لطيف يا لطيف سبحا 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 شبحا سبحا ما عنده أي معنى كلام ما عنده أي معنى ياخوان ما لو واحد قال لي يا فلان بالنبي لو قال لي يا فلان عندما تنبيش لكن له بد منهم وقفه أمامه شكرا